زي ما كنا منتكلم معاكم في بداية حلقتنا خلاص يبقاش فاضل غير عشر أيام بس على امتحانات الثانوية العامة وخلاص المعسكر هيبتدي الفترة دي دايما بتكون هي الفترة الأصعب في حياة طلاب الثانوية العامة من توتر وقلع وضغط نفسي من مش هقول أولياء الأمور لكن بيبقى فيه ضغط نفسي كده على البيت كله طول الوقت عشان بيكون فيه خوف من الامتحانات خوف كمان من النتائج بعد كده بيقى فيها عوامل ضغط كتير قوي محمد فهنا جمال الفترة الأصعب دي اللي انت بتقول عليها إزاي نعديها بسلام إزاي يبقى الطالب مهيئ كده أن يدخل امتحانات الثانوية العامة بصحة جيدة وبحالة نفسية جيدة الأسرة عليها دور مهمة جدا إنها تساعد أولادها في المذاكرة وفي التحصيل الفترة دي وهم بيراجعوا المناهج قبل الامتحانات هنتكلم عن خطورة الضغوط النفسية للطلاب قبل امتحانات دور الأسرة بيكون عامل إزاي وإزاي أولياء الأمور وأهلين يتعاملوا مع ولادهم في امتحانات الثانوية العامة ويوفروا لهم الطاقة الإيجابية كل ده حنسألوا لضفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور علي عبد الراضي استشاري الصحة النفسية أهلا بيك دكتور أهلا وسهلا بيك دايما كده مع بدايات شهر يونيو خلاص وإحنا بتبتدي يعني على دخول امتحانات الثانوية العامة وتبقى زي معسكر كده وحالة طوارق واستنفار موجودة في البيوت اللي بقى فيها طالب أو طالبة للثانوية العامة نتعامل إزاي مع ولادنا في السنوية العامة أولا تحياتي ليكم وكل السادة المتابعين وخلينا أكلم كل أب وكل أم بيسمعني دلوقتي في بيتك مستضيف السنوية العامة السنة دي فأهلا وسهلا بيك حبت خطوات لازم تاخد بالك منها أولا تغربتك أنت في السنوية العامة وذكرياتك تخصتك أنت بس ما تنقلش أي ذكريات ولا مهارات لأولادك خليك واسخ في المنتج التربوي بتاعك هو عنده قدرات عقلية وعنده مهارات عقلية وعنده كمان المناهج فيها شوية تغيير فهو أكتر حد يشايف الرؤية لكن توجيهك أنت أوقت بيكون ضاغط عليه وأوقت كمان تجربتك أنت الأليمة وتجربتك أنت عدد ساعات المذاكرة اللي أنت كنت بالذاكرة كويسة وتجربتك كانت أجمل تجربة بس خاصة بك أنت ما ينفعش تنقلها لأولادك أحلامك اللي حصل فيها إخفاق في تحقيقها والأهداف بتاعتك اللي أنت ما لتشتحقها مش شرط أنها تورث يعني إيه؟ مش لازم ابنك هو اللي يعملها خليه هو يعيش شخصيته ويعيش حياته مرة تانية من صباح الخارجة مصر وكل أب وكل أم بيسمعني دلوقتي مستضيفة السلامية العامة في البيت خد بالك من الرسالة اللي بتوجهها لأولادك الرسالة اللي بنوصلها لأولادنا صعبة جدا بلاش ممنوعة ممنوعة توصله رسالة مفادها أنت حاصل النتيجة أو أنت حاصل الكلية اللي أنت هتخش أهم بمعنى إيه الكلام ده؟ اسمها الحب المشروط أو القبول المشروط أنت بالنسبة لي مجرد رقم في السلامية العامة أنت بالنسبة لي كلية أتخشها أنت بالنسبة لي هدف أو حلم وده يعتبر نوع من الأنواع الأنانية خليه هو يعيش حياته ويعيش طموح ويعيش فكرته وخلينا أقول لك يعني عشان ممكن حد يقوله طبعا هسيبه براحته لكن فيه توجيهات بسيطة جدا جدا لكن بدون حبة حاجات بما أن حضرتك أشارت ليها إيه التوجيهات البسيطة اللي لازم الأولياء الأمور يكونوا حارسين عليها وفي نفس الوقت من غير ما يعقدوا الأمور طيب سؤال مهم جدا إيه طبيعة مرحلة السنوية العامة السن هو في سن المراهقة عنده ضغوط مراهقة طبيعية جدا ودي عملاله مشكلة تمام عنده أفكار لسه جديدة بالنسبة له وعنده مخاوف فهو عنده من الضغوط ما يكفي حتى لو كان يشعر باللا مبالاة ومش مهتمة أصلا ده في حد ذاته دليل أنه عنده ألأ وتوتر فممنوع أنك تنتقده انتقاط صعب جدا النقد في هذه الفترة بالذات ممنوع ويعتبر مجرم ومحرم المقارنة أنك تقرنه بنفسك وانت لما كنت عدد الساعة اللي بتذاكرها ودروسك وحلل امتحاناتك وحاجات الجميلة اللي انت كنت فيها دي تغربتك أو حتى بغيره محيطه ابن عم وابن خاله اللي هي المقارنة الصعبة جدا اللي بنعملها احنا تكلمنا عن النقد والمقارنة وكمان بعد كده اللي هو نعمل حاجة صعبة كمان أنه ممكن أزمه أنه أنا أقول عليه أنه تأدأك وحش أنه طول الوقت بوجه له اتهامات لازعة فالحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتعمل عليه ضغط شديد كده وبيتخليه يشتت أو ممكن كمان أنا مش داخل السنة دي أنا من اللي انت بتقوله وتوجهني لي فأنا ممكن لو فيه ممكنين أن أأجل أو على حسب الإجراءات الموجودة بيتخذها علشان ما يدخلش أو أنه ينفر تماما من السنوية العامة أو طول الوقت هو بيفكر هما شايفيني إزاي فناخد بالنا جدا من الرسائل دي لأنه محتاجين نوفر لأولادنا الأجواء الهادية خلينا نفاكرين أنه في السنوية العامة هو عنده ألأ الألأ ده لو ما توظفش هيبقى عامل زي البنزين اللي انت مش حطه في عربية ولا حطه في مكينة معينة توددلك بطاقة فدي مشكلة الألأ وخلينا أقول حاجة مهلمة من خلال الصباح إلى خلال مصر ألأ وتوتر السنوية العامة مش ألأ شر أو ألأ خبيث زي ما احنا فاكرين بالعكس لو وظفنا توظيف حقيقي هيكون ألأ حميد يعني إيه زي الطاقة أنا ممكن أشتغل بها مصنع ممكن أشغل بها عربية ممكن أشغل بها أجهزتي في البيت أستخدمها وممكن لو أساءت استخدامها تعمل لمشاكل خطيرة فكذلك الأمر الألأ اسمه ألأ دافع مش ألأ مرضي ألأ صحي بالضبط ده اللي بيخليه هو يبدأ يجمع المعلومات يشوف إيه البقلة اللي عنده ويذاكر يجيب الأسئلة بتاعته ويداجع لازم يوظف أنه يعمل خفض لهذا الألأ من خلال المذاكرة طب يعملوا إزاي دكتور علي يعني حركة الكلمة بالوقت عن دور الأسرة وأنهم لازم يوفروا أجواء مناسبة ويبقاش فيه مقارنات ويبقى فيه كلام كويس صحيح للإبن والإبنة أنا بقى كطالب ثانوية عامة أو طالبة هتكلامهم وتقول لهم إيه إزاي يتغلبوا على الضغط النفسي وحالة الألأ اللي هم شايفينها في كل اللي حواليهم دي سنة مهمة دي امتحانات حتحدد بصير حياتك يتغلب على الضغط النفسي ده إزاي عزيزي سألوا بالثانوية العامة أكيد مفيش حاجة اسمها الحل السحري اللي انت بتتخيله طول اليوم عشان تهرب من حالة الضغط وخليك فاكر أن الضغط والتوتر والألأ هو وظيف بس بلاش تقول عليه ضف تقيل لأنك لو قلت عليه أنك ضف تقيل هيبدأ يتنطط لك في البيت ويعفرط لك الدني فرحب بيها ده جدا نقول له أهلا وسهلا بك أيها الألأ للتعليم دي حانات وخلينا نذاكر مع بعض خلينا نشوف الأسئلة عاملة إزاي فهو زي الطفل الشقي هتلو لعبة يتسلى فيها فالألأ والتوتر ده هتجيب له لعبة المذاكرة وتقول له طب نشوف الشيط ده طب نشوف البوكلت ده نشوف الأسئلة دي نشوف الأسئلة القديمة طب بتيجي نحلها من نفسنا كتمرين على امتحان فده هيخفض حالة الألأ وكلم برضو نفسك على فكرة أنه هي معظم الألأ والتوتر وهي أفكار ذاتية ومن خلال صباح خلال مصر أقول لك يعني إيه مفهوم الألأ والتوتر بتاع السنوية العامة مفهوم الألأ والتوتر بتاع السنوية العامة هو عبارة عن تخيل أو سوء استخدام التخيل سوء استخدام التخيل فسوء استخدام التخيل ده أنت متخيل أنت هنيجي صعب جدا متخيل أني مش هتقدي متخيل كلها أفكار سلبية فبالتالي لازم يكون عندك قدر كافي من الأفكار الإيجابية اللي بتدعم بها نفسك وتطمم بها نفسك واحدة من الحاجات دي هي المذاكرة آه ده لا غنى عنها التسعة تسعين في المية وأنك تبدأ تذاكر بعد كده كلامك ما بين أصدقائك لازم تنهين كلام الأصدقائك اللي يقولك أنا مش مستعد أو أنا الدنيا ضعت مني أو المادة رحت مني أو أنا مش عارفة لم الدنيا ده تجربة هو خاصة بهو وإزي ما تجربة والدك هي خاصة بوالدك لكن ده لازم يبقى عندك إمام بقدرتك الشكوى كمان اللي بتجيلنا الزاكرة الزاكرة مش بتخونة غير لما أنت تتخونها بمعنى إيه طول ما أنت واصلا زكرت ضعيفة المعلمات مش بترجع أنت كده بتتهم العقل الباطل اللي هو المسؤول عن استرجاع المعلومات في اللجنة بأنك أنت مش شغال فهيقولك خلاص اشتغل مع نفسك أنا مش شغال مش شغال طول ما أنت بتنتقدني ومش شايف أن أنا شغال لكن كلم نفسك كلام حقيقي وده بيجيب نتائج كويسة جدا جدا لأ أنا واثق من أنه أنا زكرت مرة واتنين وحلت الأسئلة فده عندي المعلومات متسجلك كويسة جدا ومفيش مشكلة خالص عندي في جزئياتي اتكلمنا على الأصدقاء السوء أن هو اللي بيقولك نقص البيضة اتفد عنه شوية أو تحجم علاقته بعد كده في وقت مستقطع الوقت المستقطع ده لازم نلم شوية يعني ما نسيبش نفسي شوية على السوشيال الميديا وبحجة أن أنا بس فيه ده السؤال يبقى ليك يا دكتور في بعض الأسر بتشوف أن وقت الامتحانات ده أو قبل كمال الامتحانات بشوية ده وقت مقدس لا فيه زيارات عائلية ولو حد لو فيه طالب أو طالبة ما عندهم تمرين أو بيمارسوا مثلا رياضة ممنوع مفيش خروج مفيش مسلسلات ولا فيه أي نوع من أنواع الترفيه بيبقى موجود غير أنه طالب السنوية العامة هو قاعد بس بيذاكر ولازم بيكون بيذاكر كمان فيه مشهد معين ولي الأمر متخيله يعني بيكون قاعد على المكتب بيذاكر طول الليل لكن أي وقت مستقطع زي ما حضركم بتقول أو حتى سير الحياة الطبيعية بيتلغي تماما ده صح ولا غلط غلط لأنك تنقل حالة المرض اللي عندك كولي أمر لابنك هو في الحالة دي اللي هو عايزه إنه قال إيه أنا وفرت الأجواء لابني عملت له المعسكر شفته قاعد سهران وجنبيه كوبات القهوة الكبيرة قوي دي أو كده وكده قاعد له الصبح فهنا كده عملت اللي عليا كده الأب والأم بيطمينوا نفسهم أو بيريحوا نفسهم أو بيحسوا أن هم عملوا اللي عليهم فضل إنت اللي تعمل اللي عليك خلينا أقولك أن تنظيم الوقت هو مهم جدا بس لازم في الوقت ده يكون فيه ممارسة نشاط رياضي على فكرة أنا مش ضد الرياضة بس نقدر نزبط الوقت يعني ما يفعش يكون النادي اللي بيمرس فيه أو الجيم بعيد جدا وأقوله مارس رياضة أنت كده بتضيع لأربع ساعات لكن انت ممكن تنزل تجري نص ساعة ده بيخفط هرمون الكورتيزوين اللي هو بيساعد على رفع الألأ وبيخليك أكتر نشاطا وأكتر ذهنيا صافي وعندك قابلية التعلم الحوار الده فيما بين الأسرة سواء قبل الأكل أو بعد الأكل اللي هي ممكن تاخد نص ساعة أو اليوم كله عبارة عن ساعة ونص مثلا مستقطعة دي ما فيش مشكلة فيها بس لازم يكون فيها كلام داعم ما يكونش فيها انتقاط بيكون فيها حوار فيش مشكلة فيها يتابع بس المتشاط اللي هي النهائية اللي هي اللي هو لو ما سمعهاش هيبدأ هيبدأ يجادل معايا ويبقى متعاكنين فانا هوظف له الجزئية دي هيبقى شكل كويس جدا هي مسألة تنظيم الوقت يعني مثلا فقد يعني الوقت اللي ممكن الطالب ياخده كراحة أو فترة فترة يقدر ان هو يمارس فيها اي نوع من عواية ويته بقى رياضة ايا كان قد ايه ما بين 3 ساعات او 4 ساعات على مدار اليوم نلاحظ ان احنا عندنا عدد ساعات النوم لازم نوفرها فاحنا هنقول ايه على الأربع ساعات مذاكرة نهارية يعني في النهار لان احنا متحنى بالنهار ومتحنى على مكتب فلازم تكون المذاكرة والمراجعة في النهار وعلى مكتب دي جزئية تانية مهمة جدا وكمان أربع ساعات ليلية لو انت من الناس اللي هو الساعات البيولوجية عاملة معاك الصح ومخليه عندك التذكر ليلي فنبدأ ننظم من جزئيتين دي أنا صحيح جميلة جدا دكتور علي لو أنا ابني أو بنتي مقصرة خلينا ناخد مثال زي ده صحيح ما بتذكرش هنا دور الأب يعني فكرة الحوار الداعم جميلة جدا الكلام المهم جميل جدا لكن في لحظة من اللحظات ممكن ألاقي طالب أو طالبة مستهتر يعني ما بيذكرش هنا دور الأب والأم إيه يعني زي يتعامل مع الطالب اللي هو ما عندوش حرص أنه لا ده فيه امتحان وده هيحدد مصير مستقبلي والكلية اللي هتخلها هنا التعامل بيتم إزاي داخل البيت طيب خليم أنت فأيين أني حتى في الاستراتيجي بتاع التربية أنك تكون شخصا حاسم أيوة الحاسم ده إزاي عمي ده مهم رقم واحد هو عندو حاجات نعتمد عليها بيسلي بها وقته لو الواي فاي والإنترنت والموبايل والحاجات دي كلها في المضطر أن أنا أسحبها وأفصلها لو الخروجات الكتيرة أو تواجده في نادي أخذ قرار حاسم أخذ قرار حاسم لازم لا بديل لأنه كده حق تقرير مصيره لازم ينزع لأنه كده رايح ومش مدرك أهمية الحدث اللي هو رايح له فبالتالي أبدأ برضو تكلم معاه طالما أنا موجود معاه أبدأ أقوله إيه المشكلة في الموجودة ممكن يكون بدأ بمدى صعبة ممكن يكون بدأ بمسألة صعبة ممكن هو فاته حبة العلم التراكم إن هو هيمتحن حاجة في الماث أو كده وهو فيه نقطة عنده غيبة فأبدأ أراجع معاه الجزء دي وحل معاه المشكلة ومضطر أسفا إن حتى لو جاتت فرصة إن أنا أشرف وأقعد أذكر معاه بعض الحاجات علشان أبدأ يشتغل وانسوا إنه أشتغل وابتدأ ده ده يصلح مع الدنيا خالص شكرا شكرا دكتور علي عبدالراضي استشاري الصحة النفسية شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا تحياتي لي شكرا لحضرتنا